أهلاً وسهلاً بكل التلميذات والتلاميذ وأولياء الأمور إذن في إطالة استعداد لفروض المرحلة الثانية أو الفردة الثانية للدورة الأولى لمادة اللغة العربية للمستوى السادس ابتدائي نشوف نموذج للفردة الثانية للدورة الأولى مادة اللغة العربية لنشوف فيها مكون تركيب والإملاء والكتابة أو كذلك التعبير الكتابي إذن بالنسبة هذا النموذج جزء أول خدمنا فيه القراءة أو الصف والتحويل إذن نكمل التركيب والإملاء والتعبير الكتابي إذن نموذج على شكل PDF أتلقاه في الوصفة إذن أكتب الأفعال التي بين قوسين كتابة صحيحة إذن قالوا أننا نكتبوا الأفعال بين قوسين كتابة صحيحة إذن هنا لن ولن هدو حرف جزم إذن كتدخل على الفعل المضارع أو كالجزمه إذن معروفة بالسكون ولكن ما كيكون متنه أو الجماع شنو كيوقع؟ إذن ما كيكون متنه أو الجماع شنو كيوقع هنايا؟ هنايا بالنسبة لأنك يدخل حرف الجزم على الفعل المضارع إذن بالنسبة من هنايا بكيدخل فعل مضارع حرف الجزم يعني كيكون هناك تغيير إذن شنو كيوقع؟ يرفع ماذا؟ بتبوت النون يعني كنخله تذهباني أو تمشينا أو تسعونا إذا هنا آنشنو عنقله؟ لن تذهباني إذا كتكون هنا بالنسبة الفعل مضارع يرفع بتبوت النون ولكن يقدخل عليه حرف جسم آشنو كيوقع تحتف هاد النون ونقول عنام نزلح عنقله لن تذهباني نقوله لن تذهبار ونقوله لن تمشي هذا النون كنتحييد يعني يزم بحدف النون هنا لم تسعونا هنا هنقول لم تسعوا إذا المفهمة إذا نفعل مضارع يعني هو كيكون يعني مرفوع بتبوت يعني أنا كنهضر على المتنى والجمع يعني يرفع بتبوت النون لكن فيه ما كيكون داخل إلي حرف جزم هذيك النون كتزول يعني تحدف إذن شنو عنقوله لن تذهب إذن عنقوله لن تذهب لن تذهب إذن عنشوبا بالنسبة لن تمشينا إذن شنو عنقوله في لن تمشينا لن تمشي عن حيد هذيك النون سهلة لن تمشي لن تمشي إذن سنقوم بحد في النون لن تمشي لم تسعونا نقوله لم تسعو إذن حيدنا النون إذن عنشو دابا السؤال الموالي سؤال ثاني عي الأفعال الخمسة في الأفعال التالية إذن أفعال الخمسة إذن بالنسبة لأفعال الخمسة كتكون فيهاش كتكون في المتنى إذن كتكون في المتنى وكتكون كذلك في الجمع إذن هنا نحاوله كتكون في الفعل مضارع مشي في فعل الماضي إذن هنا بالنسبة يذهب إذن هذا ما مشي من الأفعال الخمسة يخرجاني من الأفعال الخمسة يتأخرون كذلك هذا يعني في الجمع يعني مضارعيا إذن فهو من الأفعال الخمسة سارعا ما كيناش هنا هذا فعل ماضي إذن ليس من الأفعال الخمسة هنا عندنا تدخلين أنتي يعني كذلك في المخاطبة إذن متنى هنا هو الجمع وكذلك مكنخاطب في المخاطبة مثلا بحال يكتباني إذن ولا تكتبينا في المخاطبة أو في الجم مثلا يتأخرون إذن هذا من الأفعال الخمسة إذن خاصة تكون في المضارع أثمين بما يناسب إذن يضحكوا يضحكاني تضحكا تضحكاني إذن البنتاني البنتاني إذن يضحكوا خطأ هذا بالنسبة بنتاني متنى إذن هنشوفوا يضحكاني هذي تضحكا لا لأن هنا يخص يكون عندنا تبوت النون لأن ما عندناش هنا الجزم كنا كان عندنا لم تضحكا إذن لكن هنا ما عندناش الجزم إذن إما هتكون تضحكاني أو يضحكاني مدام مؤنت البنتاني إذن هنكتبوا تضحكاني إذن هنكتبوا تضحكاني إذن تضحكاني تضحكاني عند مشاهدة الأفلامي الفكاهية إذن عم شو ده بس سؤال الموالي ده خطا تحت الأسماء الخمسة في جمال التالية إذن ما معنى الأسماء الخمسة أخو، أبو، دو، فو، حمو هذا كلهم أسماء خمسة إذن هنا بالنسبة للأسماء الخمسة خاصة تكون مفردة بحال أبو، أخو إذن خاصة ما نضيفوش للمتكلم إذن نشوفو كيفاش كتوقع بالنسبة لأسماء الخمسة كيف ترفع وكيف تنصب وكيف تجرب إذن ساعد أخاك إذن أخاك من الأسماء الخمسة إذن سطرا، إذن نضع سطرا إذن باش ترفع؟ ترفع بماذا؟ بماذا؟ بالألف إذن ترفع، إذن نقوله ساعد أخاك إذن هذا أمر إذن ساعد أخاك إذن بالنسبة خاصكم سعرفوه في الأسماء الخمسة أنها ترفع بالواو وتنصب ياش تنصب بالألف وتجر باليا ساعد الرجل مثلا بالنسبة هنا تنصب بالألف أخاه مثلا ساعد أخاك كذلك تنصب بالألف إذن عندنا الطبيب ودو الإختصاصي الطبيب ودو إذن هنا مدام مرفوع ترفع بماذا؟ ترفع بالواو إذن تجر بأخيك تجر باليا إذن عقل على الأسماء الخمسة ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر باليا إذن ساعد أخاك هذه منصوبة واحترم حماك هذه ساعد الأسماء الخمسة منصوبة إذن الطبيب ودو إذن ترفع هنا يباش بالواو وتنصب بالألف وتجر باليا إذن عمشو دبا سؤال خامس أسمي بما يناسب عنا دا أبوك حاموك يعني فاك إذن سافرة إذن من؟ إذن خصنا هنا يا سافرة إذن من؟ إذن فاعل مرفوع إذن كم نقولنا الأسماء الخمسة ترفع بماذا؟ بالواو إذن إما عدتكون حاموك أو أبوك إذن عمقلوا سافرة أبوك أبوك كم نقول لكم الأسماء الخمسة عقلوا لا ترفع بالواو إذن نظف نظف ماذا؟ نظف فاك خصنا هنا يا إذن هنا تنصب قنا باش بالألف إذن نعملو نظف فاك إذن عمشو دبا حضر هنا حضر فأكرمته حضر حاموك إذن هنا يا بالنسبة هنا يا كذلك هنا حضر إذن حضر من حاموك إذن ترفع إذن بالواو إذن نعملو حاموك إذن حضر حاموك حاموك فأكرمته إذن نظف فاك حضر حاموك فأكرمته صافر أبوك لقد تعرفوك قاعدة أن الأسماء الخمسة ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بأليا إذن عمشو دبا السؤال الموالي علي السبب كتابة ابن أو ابن فيما يلي إذن عمنا ابن إما كنكتبها بالألف لا يعني كنكتبها بالألف إذن ممتع تحدف الألف عندك ثلاثة الحالات إذن ما كتكون وراها أدت نيدا ما كيكون وراها استفهام إذن ما كيكون وراها همزة استفهام إذن ولا كتجي بين عالمين يعني متقاربين مش متى علام بعد علي عالم آخر لا كيكونوا مقاربين إذن عنشوفوا عبداللطيف ابن الضار البيضاء يعني هنا يا أشن هنا يا تحدف إذن قد جاءت بين علمين إذن هنا يا وقعت بين علمين ليس بينهما إذن نسب إذن هنا يا خصة تحدف إذن تحدف يا ابن أخي أقبل إذن هنا يا ابن أخي أقبل إذن كذلك هنا تحدف إذن لأن جاءت بعد أدت نيدا ابنك هذا يا أحمد إذن هنا جاءت بعد استفهام أو همزة استفهام فهي تحدف نجح ابن جارنا في الامتحان إذن لم تقع بين علمين إذن هنا لن تحدف حيث ما كيناش عندها إذن هالقواعد بثلاثة هنا فينك تحدف هديك الألف ديال ابن إذن تحدف إذا جاءت بين علمين وقعت بين علمين ليس بينهما نسب حال في هذه الحالة إذن مثلا إذا وقعت بعد أدات النيدا إذا وقعت بعد أمزة استفهام حال هذه الحالة وفي الحالة الأخرى فهي لا تحدف إذن عندنا كتبو هنا التعليم هنا تحدف لماذا جاءت وقعت بين إذن عندنا كتبوه وقعت بين علمين وقعت بين علمين كيف هما ليس بينهما نسب ليس بينهما نسب إذن هذا هو التعليل هذا بالنسبة لها الدروس ركيب قوة سبعكم سفر موحد إلى آخر إذن هنشوفوه ابنك هذا يا أحمد إذن هنا وقعت تحدف هنا تحدف وقعت لماذا؟ وقعت بعد همزة استفهام تحدف تحدف إذن وقعت بعد ماذا؟ بعد همزة استفهام بعد همزة استفهام بعد همزة استفهام نعم أمشو يا ابن أخي أقبل لماذا تحدف؟ لأنها تحدف إذن كتبوه هنا قدامة تحدف لماذا؟ لأنها وقعت بعد أداة نداء لأنها وقعت بعد أداة نداء بعد أداة نداء هذا هو التعليل إذن عن شو دبوه؟ نجح ابن جارنا في الامتحان نجح ابن جارنا في الامتحان هنا لم تقع لن تحدف لماذا؟ لم تقع بين عالمين لم تقع بين عالمين مفهومة؟ إذن هنا بالنسبة لحالات التي تحدف فيها هم ثلاثة بينين إذن هنا تحدف بعد إذا وقعت بين عالمين ليس بينهما نسب إذن كذلك تحدف إذا وقعت بعد همزة استفهام تحدف لأنها وقعت بعد أداة نداء وتحدف هنا لم تحدف ولن تحدف لأنها لم تقع لم تقع بين عالمين إذن دبا انتقلوا السؤال المولي لبنسبة السؤال الثاني قال لك هنا يا كسبت سلميدون هذه العبارات لكنه استكب أخطاء صحيحة لا إذن نشوف الأخطاء جعفر ابن أبي طالب هو ابن عم الرسول الكريم إذن لدينا جعفر ابن أبي طالب إذن هنا خصنا نحذفه هنا ديال هنا عتكسب جعفر ابنه بلا ألف وهنا هو ابنه إذن هنا ما كنت حاجة لاتخلينا نحيدو هذه الألف إذن نكتبوها إذن ابنه الرومي إذن هنا ابنه جات في اللول ما كنت جي في اللول يعني ما بينتها حاجة ما كين عندها تقاعدة لعن نطبقوا عليها باش نحذفوها إذن عن نكتبوها إذن قلنا تحدف في ثلاثة جات وراء أدات نيدا جات من بعد واحد همزة إيسيفا أولا جات من بعد مثلا جات بين علمين يعني متقاربين إذن تحدف كذلك هذيك بحلفات طريقة جعفر ابن أبي طالب هنا نحذفوها هنا ما عندها تقاعدة تطبق إذن لن تحدف إذن ما عندها تقاعدة تطبق إذن لن تحدف أولا جات في اللول دي ما جات في اللول لا را ما نحذفوهاش إذن عندكم ثلاثة القاعدة اللي خاصكم تعرفون وما اللي تابعنكم ما عندكم شي قاعدة أخرى إذن أجات وراء أدات نيدا أجات وراء همزة إيسيفام وكانت بين علمين لا تربطون يعني متقاربين إذن هدوهما القاعدة التي تطبق إذن هنشوفوا دبا سؤال أكتب ابن أو ابن في الفارع إذن محمد بن عبد الله هو الرسول صلى الله عليه وسلم إذن هنا بين علمين متقاربين إذن هنا يا يعني محمد قريب عبد الله يعني متقاربين هذي يلك نقصد بها مشي مسلا نعمل محمد وعبد الله نوعا قولها نحدف هذيك الألف لا خاص يكونوا علمين متقاربين إذن هنا يا أشنو عندنا إذن هنا كما قلت لكم ابن حنبل ما دم كتلقى هذك ابنه في اللول كنعملها بالألف ابنه إذن آه يا الأستاذة أنت يعني هنا أبن أبن الأستاذ يعني هنا هنا وشعة تحيدة ولا لا نعم تحدف لأنها جاءت بعد همزة استفام إذن نعمل هنا ابن إذن ابن إذن الأستاذ يا يا ابن أمي لا تتأخر إذن هنا بعد أداة نداء تحدف هما القواعد الثلاثة بين علمين متقاربين تحدف بعد همزة استفام تحدف الألف وبعد أداة نداء تحدف هذه الألف وفي الحالات الأخرى كتبقى مفهوم إذن امتقلوا السؤال المواليد جل الكتابة إذن إشكن ما تحته أخط إذن وكان يحكمها أنداك إمبراطور إذن إمبراطور دو كيف دو قدرة وخلق عظيم نعم شو جملة الثانية فحته جلساؤه إذن فحته جلساؤه إذن على ماذا جلساؤه من جلساؤه من دوي الحكمة إذن إذن وكان يحكم أنداك إمبراطور دو قدرة وخلق عظيم فحته 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 جلساؤه من دوي الحكمة أن أن يكتب شكا ياته نعم إذن إذن نشكلنا نتخلو دبا هنا يرتب جمل المقاطع للحصول على حوار بين فاطمة وياسين إذن عنا الحوار هنحاول رتبو هالجمل باش نحصلو على يعني حوار كامل إذن الحوار عيبدا ياسين إذن باش كعندو الحوار مرحبا بك إذن شنو عنقول مرحبا بك يا فاطمة مرحبا بك بك يا فاطمة إذن نكتبو مرحبا بك بك يا فاطمة يعني تحية مرحبا بك يا فاطمة إذن فاطمة شنو عتقولو إذن عتقولو أهلا بك إذن أهلا بك إذن فاطمة إذن عرفتو هنا أهلا بك أهلا بك وشنو عتقولو أهلا بك يا ياسين هاي أهلا بك يا ياسين أهلا بك يا ياسين إذن ماذا تقولني صرّني اليوم حديث أستاذنا إذن فاصلة صرّني اليوم حديث أستاذنا عن ماذا صرّني اليوم حديث أستاذنا عن قيمة المواطنة أنا معودة أجمل رأس أنا عن قيمة المواطنة في حيات المجتمع عن قيمة المواطنة في حياة المجتمع إذن ياسين أشمعي جوابه ياسين؟ إذن المواطنة يبدأ بالتعريف المواطنة تتجلى إذن المواطنة إذن الترتيب سهل المواطنة تتجلى تتجلى في ماذا؟ في نكراني الذاتي والعمل هنا حيث عن نوع في نكراني الذاتي وماذا؟ والعمل الصالح والعمل الصالح أشنوعة تقوله فاطمة؟ إذن نعم يظهر ذلك إذن نعم إذن نعم يظهر ذلك في ماذا؟ إذن في المحافظة على البيئة في المحافظة تشهد القيم المواطنة إذن في المحافظة على البيئة على البيئة وماذا؟ والمشاركة في أنشطة المجتمع والمشاركة في ماذا؟ في أنشطة المجتمع أنشطة ماذا؟ المجتمع إذن هذا هو الحوار مرحبا بك يا فاطمة أهلا بك يا ياسين صرني اليوم حديث أستاذنا عن قيمة المواطنة في حياة المجتمع ياسين المواطنة تتجلى في نكران الذات والعمل الصالح فاطمة نعم يظهر ذلك في المحافظة على البيئة والمشاركة في أنشطة المجتمع إذن كنت سألين بهذا تصحيح نتمنى أن نكون في تكم شكرا وإلى اللقاء